اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متبعينا في الأردن أصعد الله أوقاتكم بكل الخير وإليكم الآن النشرة الجوية الرئيسية تتراجع حدة الأجواء الحارة يوم الخميس لتعود الأجواء الحارة بالسيطرة على المملكة ابتداء من يوم الجمعة إن شاء الله وحتى بداية الأسبوع القادم وتتأثر المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة بحالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي ستحتل على إثر وزخاتنا الأمطار بشكل يومي إن شاء الله نستعرض بداية طبعا صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم كما نلاحظ غيوم عالية في سماء المملكة ومناطق محدودة أماطق الشرقية والجنوبية ستتأثر بحالة معدم الاستقرار الجوي خلال الأيام القليلة القادمة ستحتل على إثره بإذن الله كما ذكرت زخاتنا الأمطار بشكل متجدد ويومي نستعرض الآن صور توزيع الخرائط أو خرائط درجات الحرارة كما نلاحظ يوم الأربعاء درجات حرارة تزال عالية وحارة يوم الخميس تقل وطأة هذه الكتلة الهوائية الحارة لتعود للارتفاع يوم الجمعة إن شاء الله نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة فترة السحور في العاصمة عمان لهذه الليلة 13 درجة مئوية الرطوبة 37% وسرعة الرياح 5 كم في الساعة نستعرض الآن درجات الحرارة متوقعة بإذن الله لثلاث أيام القادمين في العاصمة عمان يوم الخميس بين 23 و13 يوم الجمعة 26 و17 ويوم السبت 31 درجة مئوية 18 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله متابعين هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة تابعوا باقي تفاصيل نشرات تقص العرب إلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة